فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار لأجل التجارة نعم لا بأس بلاد سافر إلى بلاد الكفار لأجل التجارة ويعود أو لأجل تعلم شيئا ينتفع به المسلمون مهنة ينتفع بها المسلمون ولا توجد إلا عند الكفار يسافر من أجل ذلك ينتدب لدراسة هذا لأجل أن يعود ويسد حاجة المسلمين نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة